محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرو إليك من حولنا وقوتنا ونلتج إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين الحديث الذي نحن في صدده نتعلم منه في كل يوم خلقا رواه الحكيم الترمذي في أصوله الأصول للحكيم الترمذي قال الحسن البصري الذي طلب سند الحديث قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه وعظني بهذا الحديث جندب ابن عبد الله البجلي وعظني بهذا الحديث جندب ابن عبد الله البجلي وقال جندب وعظني بهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حق على كل مسلم حفظه وتعلمه حق على كل مسلم حفظه يعني حفظ هذا الحديث وتعلمه رواه الحكيم الترمذي وقد أخذنا من هذا الحديث أربعة عشر خصلة كانت آخرهم رحمة للمجهود واليوم نأخذ خلق جديد من الأخلاق قوله صلى الله عليه وسلم وإن المؤمنة من عباد الله لا يحيف على من يبغض وإن المؤمنة من عباد الله لا يحيف على من يبغض الحيف هو الظلم فإذا إنسان غضب من إنسان أو ظلمه إنسان إذا أبغض إنسان لا يحيف عليه ولا يظلمه لكل إنسان حق فإن ضيع لك حقك فلا تضيع له حقه وإن ظلمك فلا تظلمه وإن أبغضته فأده حقه من غير أن تنقص له من حقه شيء كثير من الناس إذا أبغض إنسانا أضاع حقه خاصة إذا كان إله عنده مصاري أو إله عنده شيء فأبغضه كن والله لا أحرق أتبعه والله ما لا حدفع له شيء وخليه يروحي بلط البحر ما له عندي شيء هذا ظلم إذا كنت تبغضه فحقه محفوظ نصنع كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع قاتل أخيه زيد أخو عمر زيد قتله رجل وهذا الرجل غاب عن النظر ولو رآه عمر لقتله لكنه غاب وله حق فأتى يوم من الأيام إلى سيدنا عمر عمر لما شافه قال له شو جابك ألا تعلم أني لا أستطيع رؤيتك حتى تشرب الأرض من دمك آت الأخو وما دم قاتل أخو يقول له يؤتله فقال الرجل قال يا عمر إن حقا لي عندك إن بغضك إياي يمنعني حقا لي عندك أنت تبغضني فهل بغض هذا يضيع حقي اللي أنا إلي عندك فقال عمر لا الإسلام ضمن حقك حقك محفوظ تأخذك على دور بار ما ممكن فقال الرجل إذن مدام حقي محفوظ حبني إن شئت أو لا تحبني إنما يبكي على الحب النساء يعني ما لسائل عنك إن حبيتني وإن ما حبيتني عطيني حقي وما لسائل فأديش بغض سيدنا عمر أبغضه وهو قاتل أخيه لكنه ما تعدى ببغضه أن يضيع حق إنسان البغض حال شيء والحق شيء فالمؤمن لا يحيف يعني لا يظلم على من يبغب أبغضت إنسانا سواء طعن فيك أو ذكر لك نقصا أو اتهمك بتهمه أو أساء إليك إساءة فالبغض شيء وإله حق شيء إله عندك دين وإنت كرهته وأبغضته بتوفيله حقه كاملا الحق حق لا يجوز للإنسان أن يضيع منه شيئا سواء كان الحق مالا أو كان الحق جاها أو كان الحق كرامة بدك تأدي الحق كاملا من غير أن تضيع من حقه شيء هذا يا ابني المسلم ما المسلم اللي بيصلي ويأكل حق الناس ما المسلم اللي بيحج كل سنة من مال الناس وبيأكل عليهم الحقهم لا يا ابني المسلم هو من يؤدي حقه كاملا من غير أن يضيع على أحد شيء وإن كان تبغضه البغض خالي بينك وبينه لكن ما بتدخل فيما له عندك من حق سواء قال هذا السلام عليكم هذا له حق عليك أن ترد السلام فإن كنت تبغضه وما ردت السلام فيرد الملك عليه السلام وأنت تقع في السخط لعنك لأنك لم ترد السلام فهذا حقه ولو سلام حقه ولو كان شيء قليل في الحياة له حق فلابد أن تؤديه حقه على أي حال من الأحوال خاصة إذا كان عدوك ضعيفا وأنت قويا يريد له عليك الحق ضعيف وأنت قوي بتحسين تضربه وتألعه وبتأكل حقه بتقول له ما لك شيء ما حدا بيحكين بيحسين يحكي معك أنت قوي بمظهر قوة وهو مظهر ضعف لا تظن أنك إن كنت قويا عليه ليس هناك من هو أقوى عليك الله أقوى عليك من قوتك عليه فبدك تؤديه حقه فإذا كان ضعيف وأنت قوي ما بتستبد فيه ولا بتظلمه تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدرت على عدوك إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه الله أعطاك القدرة تشكر الله على هالعطاء فشكر هالقدرة هاي أن تعفو عمن أساء إليك أساء إليك اهفي عنه وإن كان عدو من الأعداء طيب شلون بديافي وهو عدو لي هنا تظهر ثمرت الإيمان ثمرت الإيمان أن تظهر عفوك مع القدرة على ضعيف لا يملك قدرة أنت قادر وهو غير قادر أنت قوي وهو ضعيف أظهر جمال الإسلام فيك العفو عنه مع قدرتك هاي العظم يا ابني في الإنسان لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة أتدرون من السرعة أتدرون من السرعة فيكم السرعة يعني المصاريجي الماكن تعرف من هذا المصاريجي قالوا يا رسول الله الذي يغلب الرجال ولا تغلبه الرجال هذا المصاريج بيغلب ما بيغلب فالنبي قال لا ليس ذاك ما هذا هو المصاريج ولكن السرعة كل السرعة المصاريجي الماكن صاحب القوة العظيمة من إذا اشتد غضبه وحمرت عيناه وانتفخت أوداجه رأبته طقنت من كتل الغيز ولو شاء أن يبطش لبطش عنده قوة بيقل له لكنه عفى في سبيل الله رفع إيده بده يضربه يقول لك والله والله بضربه وحده لحتى خرسك أنفاسك ضربه وحده لكن عفيت عنك روح هذه القوة هذا المصاريج الحقيقي الذي لا يحيف على من يبغي فإذا كان مسلم يا ابني وما حسن يتحمل غضبه ما حسن يتحمل نفسه هذا السماء تحقق بالإسلام يا ابني كما هو الحال مع كثير من الرجال مع زوجته الزوج ضعيف إدام إدام الرجل فبيجي الرجل بده يبين قوته على المرأة بده يضربها متى الرجل ضرب المرأة دل على أن الرجل انهزم أمام زوجته مهزوم هذا إنسان ضعيف لما المرأة ذكرت له بحجتها طلعت عليه خابت انكسر شآمته قدامه وأنضربها مشان مشان يستر شآمته دل على أن هذا الرجل ضعيف وانهزم أمام المرأة أما الرجل العاقل الرجل العالم الرجل الواعي لا يضرب لأن حجته أقوى يتحمل ويصبر ثم يعفو إله حق لكن يعفو عن الحق ليظهر بالإسلام الفاضل الإسلام الكامل فإذا كان المسلم يا ابني تربع الإسلام الإسلام بده يعطيك شخصية غير شخصية الأسواق شخصية القوة شخصية الكرام شخصية العفو أن تكون تعفو عن خصمك وهو ضعيف أما إذا كنت ضعيف وهو أقوى قلت أنا لحسام هذا يا ابني زل هذا زل منك أنت أضعف منه العفو لم يبدو يكون العفو عند عند المقدرة لما تكون قادر تنتصر قادر تضرب قادر تسجن قادر تحمل معه لكنك عفو فأنت أنت المسلم الحقيقي الذي تخلقت بأخلاق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه زيد ابن سعنة اليهودي يهودي غني النبي دين منه مصاري هو عرب دين النبي عليه الصلاة والسلام فاستدان النبي منه إلى أجل لشهر فأتى قبل حلول الأجل أبن ما يصير الشهر ب ستة عشرين سبعة عشرين إجل عند النبي مسك النبي من صدره وهزه هزه النبي هزه عنيفه في رواية مسكه وفتل التوب على رأبة النبي حتى النبي عيونه جحزت وهز يقول له يا بني عبد المطلب أنتم مطل أكدين حؤون ناس فعلي حقي لسه ما صار بالوقت الوقت لثلاثين الشهر لسه بايت التيام فسيدنا عمر لما رأى هالمنظر خطئله على السيف قال له يا رسول الله زنبي أطار أبيت الكافري خرب بيته ما صار الأجل لسه وجاي بها العنف هذا والشدة ما جاء له أعطيني حقي فتل رأبة على التوب برأبة النبي وهز أعطيني حقي أنتوا أكالين حق الناس يا بني عبد المطلب أنتم مطل بتناطلوا بيتب الحق ما بتدفعوا الحق سيدنا عمر بده يطع راسه فعليه الصلاة والسلام قال يا عمر أنا وهو منك لغير هذا أحوج نحن بنحتاج منك غير هيد بخير يا رسول شوك احتاج قال له هل أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الاقتضاء قال له طالب برفق واللي عطيح شوالحكي هذا يهودي ومع النبي هذا لو كان لو كان شي موظف أو لو كان شي وزير وجه واحد عملها معه لو إن بيوصلوا لعند خالته ما هي ولا لعند عمي دخالته نحن لك لغير هذا أحوج هل أمرتني بحسن قضاء اللي هطيح أمره بحسن الاقتضاء خزه يا عمر فأعطه حقه وزده عليه حقه ناء أعطيه ناء ومع منها جمل صغير قاعد زود له وزده وزده عليه ليه قال له لأنك روعته مسكت إيدك على السيف خوفته مدام خوفته خده أعطيه حقه وزيده أخذه سيدنا عمر أعطيه حقه شنون هيك بتعمل مع النبي رسول الله شنون هيك بتعمل فيه قال له يا عمر أنا معزور إلي حق شو حقه شو العزر تبعه قال له درست كل أخلاقي محمد فعلمتها بقيت خصلي وحده ما كنت أعرفها وهي أنه يسبق حلمه غضبه ما بيغضب حليم طويل بال فالحلم أقوى من الغضب هي ما بتصير لابدي أغضبه إذا ما غضبته ما بعرف أنه حليم فاتخذت هالطريقة هي دينته وجيت بهالطريقة حتى أفحص حلمه من غضبه فطلي أحلم الحلماء ما غضب أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن نصف مالي لمحمد نصف ماله أوقفه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحلم هذا العفو ما أن النبي لو كان لو قال له اطرأسه هالكافر هاد حدا بيقول له ليش حدا بيقول له بيجوز ولا ما بيجوز هو المشرع صلى الله عليه وسلم لو فعلها ما حدا بينتقد عليه لكن مشان يعطينا الدرس إذا كنت بتبغض اليهودي إله حق عطيه حقه ما من ضيء حق ولا يهودي فالنبي عمي ما أطينا مثال الدين الحقيقي فعدو يهودي عدو يتربص العداوي بيظلم المسلمين بيأذيهم حقه عطيئة وزود له يا كمان زود له يا لأن الإسلام يعفو عن المسي عفى النبي عنه هذا يا ابني هذا خلق لا يستطي أن يتخلق به إلا من أحب رسول الله إذا ما تحبيت النبي عليه الصلاة والسلام وتخلقت بأخلاق رسول الله وصار النبي أحب إليك من حياتك ما بتحسن التطبيق هذا بيطالع خمسين وحدة قل والله يلي بيحكي كلمة بعطيهن عشرة وبعطيهن الصاء هل تيش بيردله يا الصاء صاعين يعني عن زعمه أنه هو قوي ما أعرف بأنه مخالف لقانون الإسلام مخالف لشرع الله فأنتو يا ابني هلأ لو واحد أغضبك وإله حق عندك بتحسن توفي له حقه وإلا ما بتعود بتحاكيه ولا بتعود بتسلم عليه ولا بتعود بتروح لعنده وبيبعت لك أخبار بده حقه بتقول له خليه بلط البحر ما له عندي شي لكن لما كنتو أصحاب كنتو مثل السمن والعسل طيب إزعلتو إله حق عطيها ما ما بده يعطيها أخ ما أخوه أخ زعم من أخوه ما بيعطي حقه زعم من أخته ما بيعطيها حقها بيعكل ميراسها وخليه تنطح الحيط ما له عندي شي هذا يا ابني لو صلى لا تظن أنه صلاته مقبولة ولا ترفع صلاته فوق رأسه شبعا لأنه أكل حراما ضيح حق الغير فعليك حقوق في الحياة والديك إله عليك حق أمك إله عليك حق أمه مات أبوه أمه تزوجت ليش تزوجت ما بقى يروح لعندها ما بقى يبرها ما بقى يحسن إلها ليش تزوجت لك ابني هاي سنة الله في الكون أنت لازم أنت إلا تتزوج أنت لازم تسعال بالزواج هذا حقها والدك توفت زوجته توفت أمك أنت بتريط عليها تزوج هاي البشرية هيك يلاقي شلون بتتزوج ما بقى يروح لعندها أبوه شلون نزوج على أمه ما بقى يحاكي ما بقى يروح لعنده فهذا يا ابني ضياع للإسلام عما نضيع حق دين الله ولحنا نفكرين حالنا ناس ملاح وما شاء الله حولنا وأتقي ومؤمنين لا يا ابني الإسلام أداء الحقوق إلى أهلها فأعطي كل ذي حق حقه فصلى الله تعالى عليه وسلم علمنا كيف يؤدي المسلم الحق لأحقيكم الحديث طويل شوي لكنه من جواهر الأحاديث من جواهر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصاني ربي بتسع وأنا أوصيكم بها يعني هذا الحديث كم وصيه وصيتان وصية الله وصية رسوله فالله وصى الرسول والرسول يوصينا وصيتين فهل أنت مؤمن بالله محب لرسول الله وصيتين أوصاني ربي بتسع وأنا أوصيكم بها أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية هي أول وحدة للطاعات والعبادات كلها أن تخلص لله أن لا يكون لك طلب ولا هدف إلا رضاء الله وحده فقط أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية سواء كنت ببيتك أو بين الناس اطلب بعملك وجه الله وحده لا تطلب سناء الناس ولا متح الناس من سناء الناس ما بيطلع منه شي ومدحهم ما بيطلع منه شي وكله هوا بهوا هوا بهوا اليوم أجتني رسالة من بعض رجالات الأديان في أفريقيا إلى شيخ المشايخ إلى فلان كذا كذا المشايخ قالوا لي والله فهمان عم يحكي قلت له المغرور من غررتموه لك يا أبنى قلت له شو عمته وين شيخ المشايخ لك ما بيطلع أجير للمشايخ ما بيطلع خادم للمشايخ لا تغروني لا تنفخوني كل النفخ ما بيطلع منه شي لو كلكن قلتوها قلتو شيخ المشايخ ما شاء الله يا ترى إذا كان طائيتي مصخة بتنضف ها كلكن إذا مدحتو وطائيتي مصخة بتنضف وإذا كان كتفي مغبر غبرة وكلكن مدحتو ورفعتو للسماء بيروح الغبرة عن كتفي إذا شو استفدنا من كل المدرح كل المدرح شو استفدنا منه كما أنه لو كل أهل الصالحية زموا الشيخ زموا وحكوا عليه طائيتي بتتلوت شو رأيكم بتتلوت توبي بيتفشى شي بيفشي إذا لا المدرح يا ابني ولا الزم لا تلتفت لا لي متح الناس ولا لي زمهون خليك ماء الله والله وحده ويكفي أمرني أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب صلى الله عليه وسلم والعدل في الرضا والغضب لما بتكون رضيان تأدل بين ولادك تعطي كل واحد عنده تنتين نسوان بيأدل لما بيكون رضيان وزا زائل من واحدة بيتركها وبيروح لعند التاني كوين العدل ما تعطي حقها زائل منها ما بيدي يروح لعنده فهذا يا مسكين أضاع دينه وأضاع شرع الله تعالى يأتي يوم القيامة من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني مشلول النص نصه مشلول جايشها عم يصحب عم يصحب نصه سحب إيده ورجله وتمه مشلول كل الناس يقولون هذا لم يكن يعدل بين نسائه فبدك تأدل سواء رضيان أو غضبان نمعلم عنده ثلاث أربع إجراء زائل من واحد منعوا حقه منعوا خرجية ما عطى إيدية هذا ظلم العدل في الرضا والغضب غضبان تأدل الغضب وحده والحق وحده هذا إله حق عطيه حق أو خليك زعلان منه أما حقه حق العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر القصد يعني الاقتصاد ما تصرف كل المال فقير بتصمد غني بتصمد هذا يا ابني المؤمن القصد يعني الاقتصاد التصميد جمع المال في حالة الفقر وفي حالة الغنى أما في حالة الفقر كله عم نصرفه يلي عم يجينا ما بيكفينا وحالة الغنى إجه كتير نصرف كتير إجه أليل نصرف أليل خطأ لازم المسلم يا ابني يتعود أن يكون مقتصدا دائما وأنا مر معنا حديث حقيت لكم ما هي مين اللي نوى أنه يصمد منكم الله يرضى عليكم يلني نوى إن شاء الله ربي بيغنيكم واحد يقول أخي والله ما عم يصمد عندي شي عندي الله يرضى عليهم بعض الأحباب ما عم يتصمد معهم شي تقول لن أنا بصمد لكم معنو والله ما فاضل لكن أخوان غالين تقول لن أنا بصمد لكم واحد شو بيطلع بالنهار عم يطالع ثلاثمية خمسمية بالجمعة وخمسمية بصمد له يا هون عم يصمد له عامل له ورقة وبنضيله عليها فصار هذا مصمد كذا وهذا صار مصمد كذا في منهم صار مصمد والله عز وجل يبارك لهن يقولوا لي والله كان لو لا التصميم ما كان عم يصمد معنا شي صمدت له لازم يا ابني تفكر لازم تصمد في شبابك حتى تبارك حتى ما تصل يا ابني إلى حاجة وفقر للغير والقصد هذا من وصية الله ووصية رسول الله القصد في الغنى والفقر هاي ثلاثة هنين كم واحدة هدولة ثلاثة ثلاثة الثانيات وأن أعفو عمن ظلمني واحد ظلمك سبك حكى عليك آزاك اعفي إيه إيه أنت بتافيه لما بتكون قوي عندك إمكان تأزيه عندك إمكان تضره فآفي عنه اجعل شكرك لله العفو آفي عنه وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني صلى الله عليك يا رسول الله واحد حرمك حقك انت حطي حقه ما أدىك حقك انت أدي حقه أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إذا هو خان أما انت لا تخون انت مسلم تعلمت الدين هذاك ما تعلم يا أخي كل الناس هيك إذا كل الناس يا ابني عوروا عيونهم تغوير عينك انت لا يا ابني كل إنسان إلو إلو حده إلو طريقته إلو دينه ما بتتصر أنا بمشي مع الناس لا تكونوا إن معه تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أساءنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا هذا المؤمن لا يظلم الغير فمما أمر الله ووصى أن أعفو عما ظلمني وأعطي من حرمني أبوك حرمك ما أعطاك إلو عليك حق البر بتبره بره لو هو حرمك يعني ما أعطاني شي أنا ش بدي يعطيه نعم هو أبوك وإنت ابن فبدك تأدي له الحق ولو كان هو حرمك أمك حرمتك الحنان حرمتك العطف أديها العطف والحنان أديها هذا الحق يا أبن هذا الحق الشرعي رضي الله عن سيدنا الشيخ محي الدين أبن عربي قلوا رضي الله عنه نحن في جواره الله عز وجل ينفعنا به وبأولياء الله أجمعين شيخ الشيخ محي الدين كان اسمه الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن رأى رب العزة في المنام رؤية غير ما لحنا من قدر فقال الله له سلني ما شئت شو يا شيخ نبي السلام عليكم اغير عادتك قرب لي قدام شوي فيئ لي قدامك انه هذا نايم وهذا نايم فقال الله له سلني ما شئت قال يا رب أريد منك موعظة بلا واسطة حكمة بلا واسطة انت تعطيني حكمة منك ما بدي واسطة من فلان وفلان بدي بيني وبينك أريد منك حكمة بغير واسطة فقال الله تعالى من أحسن من أحسن إلى من أساء إليه من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا أدى نعمة الله شكرا شكر الله على نعمه أحسن إلى من أساء ومن أساء إلى من أحسن إليه ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كفرا كتبت يا ربي أريد منك حكمة بغير واسطة فقال تعالى من أحسن إلى من أساء إليه من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا فقد أدى نعمة الله شكرا ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد أدى نعمة الله كفرا بدل ما يشكر النعم كفرا كفرا بالنعم فان و أن أعفو عما ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني خاصة الأرحام تروح لعندهم ما بيجوا لعندك تسلم عليهم ما بيجوا بسلموا عليك أرحام إن جاء فين ما بدهم حدا ما بدهم ياك تروح روح لعندهم وزورهم وإذا هني ما أجو مع لي شيء وأصل من قطعني أما ما هني ما أجو ما أننا تروح لعندهم يصطفلوا ما بدهم يانا لحنا كمان ما بدنا ياهون لحنا بيغينا عنهم لا يعب صل من قطعك صل من قطعك وإن كان وإن كان إليك الحق سامح روح جورهم حتى تقييم الحج عليهم هذا يا ابني خلق الإسلام كم واحدة صاروا معكم ستة هم الحديث كم واحد تسعة ثلاثة الآخرى نيات وأن يكون نطقي ذكرى إذا بدك تحكي يكون كلامك كله تذكير بالله تذكر بالله تدل على الله تعرف بالله وأن يكون نطقي ذكرى ونظري عبرة إذا طلعت على إنسان مريض إنسان مبتلى يكون عبرة تعتبر أنه ليش هذا وقع بها المرض هذا أساء عمل الزنب الفلاني شوفه شو صار فيه تأخذ عبرة ما تقول أخي ما دخلنا ويصطفلوا لا يا ابني كل وحدة بدك تعرف ليش عشان تعرف حكمة الله في الحياة ما في واحد يا ابني أصيب بمصيبة إلا في شيء في شيء فشو اللي عامل اللي حتى وصل لهون فكل ذلك بقدر من الله تعالى وأن يكون نطقي ذكرى ونظري عبرة وصمتي فكرة إذا سكتت تعود عما تفكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا حديث من جواهر الأحاديث وصية الله ووصية رسوله المراد في شوه وأن أعفو وأن أعفو عما عما ظلمني يا هل ترى حصل في زمن الصحابة شيء أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل شيء من هذا نعم خلينا نأتي إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلون هذا رأس المنافقين أكبر منافق جد ليش عاد النبي لو واحد سألك ليش هل منافق عاد النبي شو السبب السبب قبل ما يأتي النبي من مكة للمدينة كان هو بالمدينة وانتخبوه يكون هو ملك المدينة ملك بدين ساولوا ملك وعم يساولوا له التاج وعم يرصعو له يا بالألماس وبالجوهر وبالياؤود عم يرصعو له يا بدين يعملوا له التاج تاج الملك وإنهم عم يشتغلوا بالتاج وصل النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة كل الناس التفيت وراء رسول الله وما عدوا التفتوا إله ولا عدوا انشغلوا فيه فحقد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه روح عليه الملك وروح عليه المال وروح عليه العز وروح عليه فعاد النبي عليه الصلاة والسلام فكان ظاهرا يسلم على النبي يقعد مع النبي لكن باطنا يطلع يروح لعند الكفار لعند اليهود إلا أنا معكم يروح لعن محمد من ستر حالنا نعم من حالنا معه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مريض الإيمان فعبد الله ابن أبي سلولة الله عز وجل يلطف فينا ويحمينا هذا الإنسان تكلم كلمات تسبب له القتل مرة كان برات المدينة سيدنا عمر بعت لجير تبعه ليحبي مي وهو باعت خاد ما يعبي مي وقفوا على المي أنا أول لا أنت أول تخانقوا مع بعضهم البعض وصلته أنه صارقنا هو وخادم عمر قال له فعلوها فعلوها ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سمّن كلبك يأكلك شو نسب النبي شايفين الكلمة سمّن كلبك إنه لحنا جبنا لعنا وطعمينا ومدللنا صار هلأ بده بده يأكلنا بقى صار بده يشوف حاله علينا نسب الكلمة الناقي صار للنبي عليه الصلاة والسلام هاي الكلمة شو بتسبب بده قتل عليها ولا ما بده قتل والله بده قتل والله زوجل يبارك بالإيدة اللي بده تؤتله لكن سيدنا عمر غضي بده يؤتله نبي قال له لا يا عمر طول بالك لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه هذا محسوب علينا مرة تاني دخل ابنه لعند النبي عليه الصلاة والسلام ابنه كان مؤمن شاب النبي بإيد الكاسي عم يشرب فقال يا رسول الله لو أبقيت لي بقية أسقيها لأبي لعل الله أن يتوب عليه هالبقية شو اسمها شو اسمها سعر اسمها سعر والرواية سعر المؤمن شفاء ومن اعتقد بذلك شفاه الله إذا كان مؤمن شرب من كاسي وجيت أنت شربت على نية الشفاء الله يشفيك فهذا سعر النبي وشعر طاهر نقي صلاة صلى الله عليه وسلم فالنبي ترك له الكاسي شرب منها شوية وعطاياها أخذها إلى أبي رأس المنافقين قال له جبت لك الكاسي لشراب رسول الله النبي شرمان منها وهذا سؤر النبي عليه الصلاة والسلام فشراب منها لعل الله عز وجل أن يملأ قلبك بالإيمان شو كان الجواب تبعه قال له هل لا أتيتني ببول أمك فإنه أطهر منها إخ ربيت على هالكلمة شو بتسبب هالكلمة أطع رأس بده لا حرام بالسيف ينقطيع يعني يتنجس السيف هذا لازم شحاط عتي أن أطع رأسه سيدنا عمر أعوذ بالله وحدة ثالثة كمان برات المدينة بدن كمان صار في زعل فقال إذا وصلنا للمدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل واعتبب نفسه هو الأعز والنبي هو الأذل هاي من بعض يلي طلع منه طيب هذا كافر وبده قتل لكن محسوب أنه ماشي مع النبي سيدنا عمر بدأ يتله النبي قال له لا يا عمر طول بالك هذا من جماعة ماشي معنا محسوب علينا ما يقولوا أن محمد قتل أصحابه اخرب بيته يا تكافر طول بالك ما خلاه يقتله بعد ذلك وصل إلى الموت فطلب من النبي كفنه بأميصه نفاق في الحياة وفي الممات لعمرك تلك إحدى المخزيات نفاق فالحياة عند الموت جاء ابنه يا رسول الله والدي وفا مات ووصى أن تكفنه بقميصك أميص النبي نبي شلح الأميص سيدنا عمر قل له يا رسول الله شو هي أميصك أميصك إما تتزكى يوم نحكى كذا يوم أهل كذا يوم أهل يا عمر طول بالك شلح الأميص وعطى لأبنه قال له روح كفن أبوك بالأميص سيدنا عمر ما حط نطمع لي حط قميصك قال له يا عمر وما يغني عنه قميصي شو بيأسر الأميص لكن يا عمر هلأ بتشوف تشوف نتيجة الأميص شو بدأ تصير انت يا مالك عرفان شو لحي يصير دائما عقل القيادة غير عقل المجند المجند أد ما كان ذاتي القيادة إلى إلى غير فجماعة المنافقين لما شافوا النبي أكفن بأميصه وطلب يتكفن بأميص النبي قالوا لو لم يكن رسول الله حقا لم يطلب منه يتكفن بأميصه فدخل ثلاثمائة واحد في الإسلام ثلاثمائة واحد النبي قال له شو رأيك يا عمر لو قطعت رأسه ثلاثمائة دقان بدون نسير الحرب علينا بدون نحاربونا هاي الأميص لأميش جا ثلاثمائة واحد دخلوا في الإسلام هاي أحسن سيدنا عمر قل له يا رسول الله إن الله أعطاك من البصيرة ما لم يعطينا أنت صياد حقيقي بشأفة خرأة صاده صاد ثلاثمائة واحد بشأفة خرأة صلى الله عليه وسلم هذا العفو يا أمي العفو عن من ظلم فأنت لا تحيف على من ظلم إن كان النبي يقول له ما فشر فشر كفنه بأميصي الله يغمع له بأبره الله لا يوفقه الله ما هيه لو كانت معنا هيه كنا منحكي النبي شلح الأميص وكفنه بالأميص إنشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا أن المؤمن الحقيقي قلبه مع الله لا يتعلق بخلق الله بده رضاء الله ما بده الناس خليكون عملك لله ولما بيكون عملك لله الله تعالى يكرمك أكمل الكرامة في الحياة فهي المؤمن من عباد الله لا يحيف شو معنى لا يحيف لا يظلم من يبغض بتكون مؤمن تؤدي الحق لكل إنسان من غير أن تضيع حق إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلص الوقت بإظهار قال عليه الصلاة والسلام رأيت قصورا مشرفة في الجنة أو مشرفة في الجنة قصور كاشفي كل الجنة رأيت قصورا مشرفة على الجنة هذه القصور في أعلى ما يكون وكلها كاشفي كل الجنة فقلت يا جبريل لمن هذه هذه القصور هي العالي يريدك شايف الجنة كلها شرفة شرفة فقعدين على قصور كله مشرف يا جبريل لمن هذه قال للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس للكاظمين الغيظ يلي بيغضب بيمليغ غضبه والعافين والعافين عن الناس يلي عما يظلمه عفى عنه يسامحه فإذا كان عفى عنه يسامحه لحياخد هل عطاء الإله أن يجعل له قصورا في الجنة مشرفة على على أهل الجنة يا سلام صند الله عليك يا رسول الله ما أحلى يا ابني الإسلام لما بتتخلقوا فيه بس عندكم استعداد تتخلقوا إن هالحديث هذا يترى إذا طلعنا من شهر رمضان بهالحديث تطلعوا يترى أغدين أخلاق المؤمن لو كل يوم اتطلقوا المسألة اللي عم تأخذوا الحديث اللي عم تأخذوا أول بوال بتصير إن شاء الله ربي بيكرمنا وإياكم هذا يا ابني الإسلام العملي الإسلام العملي سيدنا عمر ابن عبد العزيز شو كان شو كان كان ملك ملك قوة وقدرة وسلطة ومملكته بس سوريا كانت من سوريا لأوين من دمشق إلى قريب الهند كانت مملكة عمر ابن عبد العزيز فعمر ابن عبد العزيز أتى رجل فأسمعه كلاما قاسيا بهدل يعني سبه هو أمير المؤمنين فما رد عليه عمر بكلمة عم يبهدل عم يسب سكت سيدنا عمر حتى خلص بهدلته فضي ما بقى في شي فقال له عمر أردت أن يستفزني الشيطان بعزة الملك والسلطان شان أغضب وأطراسك يعني شان أغضب وأظلمك حطك بالسجن أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تنال مني غدان بكرة بالآخر بدك تأخذ مني الظلمة إن صرف فقد عفوت عنك روح مع السلام عفيت عنك في أمان الله إن صرف فقد عفوت عنك شو عفوت عنك هذه القلمة سلطة ملك وحد عم يسب أنا ألا بدي أنتقم منك فألا أنتقامي منك اليوم بكرة بتنتقم مني بالآخرة فلا لطأ الشيطان روح عفيت عنك هذا العفو يا أبني أن عند المقدرة هذا يا أبني الإسلام بدكم تكونوا أنا عمجب لكم قصص وعمجب لكم أحاديث حتى تشبعوا من معنى العفو شدون الإنسان لازم يعفو سيدنا أبو بكر الصديق دعونا نجيبها الله يرضى عنه سيدنا أبو بكر الصديق مين يحبه يرضى عنه يعني إذا بتسمعه صعب وبتحبه ما لازم نقول رضي الله عنه وأرضاه الله يجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين سيدنا أبو بكر الصديق كان فيه له أرائب فقراء هو وأمه وأخته فقراء وأبو بكر كان يدفع عنهم يدفع لهم كل شهر يعني قايم بإطعامهم وكسوتهم من البابوش للطربوش سيدنا أبو بكر قايم فيهم فحصل المنافقين طالعوا الدعاية ضد ستنا عائشة لشان يكدروا قلب النبي عليه الصلاة والسلام اتهموها وهي البريئة يلي الله أنزل براءتها من السماء اتهموها اتهموها مشان إيش اتهموها بعرضة مشان يعكروا قلب النبي عليه الصلاة والسلام فانتألت بين كلام الناس أنه عائشة معه لما معه كانوا بسفر فعائشة أطع طوءها ضاع ما شافته والنبي قال لهم يلا حملوا طايع الطوء تبعها فكانت عم ترضي حاجة اجيت ما لقيت الطوء تبعها والجيش والجيش ماشي حمل وماشي فكروا وقالوا انه عائشة رقبة هي عائشة كانت عم ترضي حاجة رجعت ما في حدا كان النبي خلف واحد بالأخير مشان إذا كان ضايا شي من الجيش يحملوا إلى حقهم في اجيت ما في حدا فقعدت قدام شجرة شو بدت تساوي جاء اجه الصحابي ام المؤمنين شو هم تساوي هون إنا لله وإنا إليه راجعون نخخل الجمال ودار وشه اللي ركبي ركبها وسحب الجمال فيها مشان يلحي الجيش لما وصل للجيش المنافقين كانوا يمشوا بآخر الكل بآخر الكل فالتفتوا شافوا جاي خذوا يا جماعة شوفوا فرجوا عائشة مع مين هذاك صاحب الجمال جاي فرجوا ما تأخر عن الجيش وهي وياه وشو عمي ساوه سوا وطالعت المنافقين الدعاي وقالوا لا نجى منها ولا نجت منه وطلعت الدعاي والمنافقين فلفلوها وبهروها وكبروها لحاصل النبي هجرى سبطعشر يوم هي عم تبكي فمن جملة اللي طعنوا مصطح يلي كان أبو بكر ينفق عليه هو وأمه وأخته عم يطعميهون عم ينفق عليه طعن ببنت أبو بكر وواحد عم يحسن إلك وعم ينفق عليه وعم تأكل وتشرب وتلبس تجيب تطعم ببنته فلما بلغ سيدنا أبو بكر حلف أنه ما عدي تفعله شي ما عحق ولا ما عحق ما عحق أنا عم بنفعله عم بنفق عليه هو بيطعم بعرضي فقال والله ما بيت تفعله شي فلما نزلت براءة عائشة من السماء الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيسات للخبيسين والخبيسون خبيسات أولئك يعني عائشة مبرؤون مما يقولون براءة من السماء نزدي الله براءها مبرؤون مما يقولون ولهم مغفرة وأجر عظيم فلما نزلت الآية بالبراءة النبي عليه الصلاة والسلام جاب اللي طعنوا كل واحد قد يبدو يقول مانين عصاي مانين عصاي كل واحد أخذ حقه يلي اتهموا لكن سيدنا أوبكر مانع معاش فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى يعني لا يمتنع صاحب المال اللي عنده فضل وعنده سعب المال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربة هذه الأرابين في آخر الله قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني اعفوا فعلوا ما تحب الله يغفر لا فسيدنا أوبكر من فرح أنه الله لا حيغفر فتل ورد له المعاش وزود له هذا العفو يا ابن العفو عن من ظلمك فلا تحيف على من تبغض أبغض سيدنا عمر سيدنا أبو بكر ومنعوا معه حق لكن لما نزلت الآية رد إليه رد إليه حقه ووسع عليه في العطاء الله يوفقنا وإياكم للعمل يعني بهذا الحديث إن شاء الله ربي بيوفقني وإياكم أن نطبق هذا الحديث يلي طلب سند الحديث كتبت سند الحديث مين الراوي روى الحكيم الترمزي عن الحسن البصري قال وعظني بهذا الحديث جندب ابن عبد الله البجري رضي الله عنه وقال جندب وعظني بهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حق على كل مسلم إيش حفظه وتعلمه وفقنا الله وإياكم في أسئلة نرجو من حضرتكم بعض النصائح لطالب العلم وهل يجوز أن يخطب الخطيب من هذه الدروس والمواعظ إذا كان يا ابني خطبه ودرسه الله يبارك لكم شو عليه نرجو تنبيه الرجال والنساء بشأن الأولاد يعني النساء ما كانوا نوعوا لها الشغل هي يا أما عم يتقصدوا يا أما ما بدون يطبقوا يلي عم تجيب أولادها عم ترتكب اسم ما عم ترتكب طاعة يا أما تضب أولادها يا أما لا تجيهي أولادها بيزعجوا لا عم يفهموا الدرس لا عم يعرفوا الصلاة مشان أولادها لذلك إن شو بدي أحكي حط رجال أنا وما خلي واحد يجيب أولاد ما كان يفهم النساء يلي ما تجي يلي عندها ولا تخلوها برة شو بنا نعمل ما معنى قشعريرة الجسم أثناء الذكر خاصة إذا سرحت بذهني ونفسي ثم رجعت يستحدث القشعريرة القشعريرة هذه سببها هبوط الملك بأنوار الله تعالى ورد في الخبر إن لله ملائكة يرشون النور في قلوب الذاكرين فبينزل الملك بدي أعطيك النور روحك ما تعرف في الساعة الملك فبتشعر القشعريرة مثل ما حصل مع رسول الله لما رأى سيد نجبري ما حكم من يأخذ هدية من صاحب الأمان من الأمان نفسه وصاحب المال يعطيها له عن طيب خاطر إذا عطاياها ساعة تسليم الأمان ما بصح لما نسلم الأمان ما نخذ عليها إجراء أما إذا عطاياها ثاني يوم ثالث يوم هدية منهم نقبلها ما في شيء جرحت يدي فقيل لي أفطر وآلمني رأسي فقيل لي أفطر من أي مرض أو ألم يكون الإفطار لا يا ولدي هذا غشاش لحكالك وجاهل بالإسلام المرض هو المرض الذي لا يستطيع الإنسان فيه الصيام ولا يجوز الإفطار إلا بإذن الطبيب الطبيب المسلم بدأي إلك فطار أما أي مرض بفطر الواحد وجهته إصبعت رجله آه فطار عرج الجمال من شفته